أبروك يا سهام ويرحم بيك في البيت الكبير لا يبارك فيك التاريخ بيكتب صحيح التاريخ بيكتب اهو بيكتب انجاز جديد للنادي الاهلي اهلا بيكو جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان اهلا بيكو ودايما مع بعض بنحتفل بانتصار جديد يخص النادي الاهلي النهاردة يمكن عايز اقول النهاردة لعيبة اجتهدت وعشان النهاردة لعيبة اجتهدت فلكل مجتهد النصيب فربنا ما خيبش ظننا كلمة يا رب فعلا ما بتخيبش بعد ما عملوا مطش في القاهرة الحقيقة كبير جدا يمكن ضيعوا فرص كتيرة لكن ما كانش يومهم زي ما كنا منتكلم نهاردة فيتا كان بيحاول يصعب علينا المباراة حدد انه يلعب الساعة 3 العصر علشان يبقى الجو حر على لعبة الاهل والرطوبة العالية لكن ربنا فعلا كان معنا ربنا هدانا انه يعني ادلنا هدانا انه درجة الحرارة تنخفض ويكون درجة الحرارة 26 بيبقى نادرا جدا في التقسي اللي زي ده خاصة في أفريقيا الجو يكون منخفض كده والأمطار تنزل تلاتة في الجو على اللعيبة ده ستر فعلا من عند ربنا لعبتنا قدروا يكسبوا لأنهم خدوا بالأسباب وحاولوا يعدوا كل الصعوبات اللي احنا كنا عاملين لها الحقيقة ألف حساب في ناس كانت مش متفقلة وناس كتيرة جدا كانت مش متفقلة لكن عايزة اقول حاجة مهمة جدا جدا انه ده توفيق في الأول وفي الآخر ان انت تعمل مباراة وتلعب فيها كورة حلوة ويكون ده على خارج أرضك ويكون ريكورد في تاريخ النادي الأهلي وأول نادي يعمل كده في أفريقيا دي حاجة عظيمة جدا ومفخرة آخر حاجة عايزة أقولها قبل ما نعرف ضيوفنا النهاردة أنه طاهر محمد طاهر لاعب لكل الملاعب الحقيقة ورد في الملعب بالهدف الثالث اللي مرره له طبعا بواليا وتمررته الذهبية فده كمان يمكن دي حاجة مهمة بس عايزة كنت أقولها قبل ما نساها علشان النهاردة اللي قال لك أصل طاهر مش واخد على الترتان فالنهاردة طاهر رد في الترتان وعلى فيتا كسبان الحقيقة يعني